نصل بكم الآن مشاهدين إلى ملف تسعين دقيقة أخبار كاميرات المراقبة التي بات يعتمدها العديد من الجزائرين كأداة لتأمين ممتلكتهم يخضع استعمالها لتدبير إدارية وقانونية مشددة يجهل والعديد مزيد منها تفاصيل مع أحمد بوطوف وإبراهيم برقاش ما لا يعلمه العديد من الجزائرين هو أن تركيب كاميرات مراقبة في المحلات أو المصانع أو حتى لحراسة المنازل يحتاج إلى تصريح من وزارة الداخلية والشركات المتخصصة في تركيب الكاميرات تتوجب عليها الحصول على ترخيص من الجهات الأمنية للقيام بذلك مما خلق نوعا من العرقيل البيروقاتية إيمان هو المشكلة الواحدة وعندنا مشكلة مع الإدارة مع الولايات لزوتوريزاسيون داكيزيسيون 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 يعني كل شيء لازم اوتوريزاسيون يعني هذا الشيء هذا ما فهمناش الكاميرا هي راي تبروتيجي الناس ولا راي تقتل في الناس تصنيف كاميرات المراقبة دماء الأجهزة الحساسة الممنوعة من الاستيراد والاستعمال العشوائي خاصة وأن القانون الجزائري لم يفصل في شروط استعمالها بشكل واضح الحد الآن ما لبينيش له كاميرات المراقبة حساسة مبرمجة من الأجهزة الحساسة ومع تزايد النسب الجريمة في الجزائر يطرح التساؤل حول ما هي استعمال كاميرات المراقبة كونها وسيلة تساعد في تقصي أطار الجريمة وآدات حساسة محضورة أمنيا موضوع سعيد باستضافات كل من الأستاذ كامال بوفافا المحامي المعتمد لدى المحكمة العلية مساءك سعيد أستاذ مساء النور كاميرات الخاصة بالمراقبة في الكشف عن العديد من الجرائم وكشف وتحديد هوية العديد من الجنات وتعقبهم في مسافات عديدة من ولاية إلى ولاية أخرى من خلال كاميرات المراقبة المناصبة في الطرقات وطرقات السريعة بداية سؤالي الأول لماذا لا تخفف الدولة من القيود المفروضة على منحة ترخيص المسبقة لنصب هذه الكاميرات عندما يطلبها المواطن العادي هذا هو المشكلة منذ بروز المرسوم 410.09 وهو قيد الاستعمال والتصدير والاستيراد والصنع قيد الكاميرا بصفة كبيرة ونستطيع حصرها في قوانين وين الإنسان وين المواطن وين الشركة حتى الشركات الأجنبية في الجزائر أو في الشركات في الجنوب في المناطق جدوا حساسة عندهم مشاكل اقتناء الكاميرا بسم يعني كل هذا ستدكر كالأمباشم الجنرال يدفن كتاستروف حقيقة أنتم كمختص ولديكم مؤسسة مختصة في هذه الكاميرات الخصابية المراقبة برأيكم لماذا الاستعمال الكبير لكاميرات المراقبة سواء في المؤسسة العمومية أو في المؤسسة الخاصة وكذلك الآن يتم تنصيب كاميرات المراقبة حتى في مساكن المواطنين هو كنشوفه في الجزائر هناك تطور اقتصادي يعني نشوفه عندما إنسان تشوف حاليا نشوفه في بعض الأحياء في الجزائر برك تلقى يعني فنادق شدد يطلعوا يعني الحكومة الحكومة يعني شجعت لبناء الفنادق في السياحة وكاين مصانع كاين عدة محلات هذا كل ما يجي إنسان عندما يفتح نوتيل هل شفت يعني في كاش أوتيل في العالم ما فيهش كاميرات فيه كاميرات ولكن دائما كاين العراقين لك هذا الطالب هذا جاء يعني متماشين مع التطور الاقتصاد اللي يرى كاين في الجزائر وكاين انفستيزمو امبورتون كاين شركة خاصة وشركة وطنية اللي تنفيستي في بناء مصانع في بناء عندما تدير كاميرا في مصنع ولا تدير كاميرا في النوتيل ولا في مكان تعتجارة يعني يزيد في في الاكتيفيتي دون ما نيغ فيها تنظيم فيها كل عامل يعرف عامل تاعه فيها لسيكوريتي بورتولمون لسيكوريتي بورلكليون هو المشكلة هذا يعني يرى مفهوم من عند الدولة احنا في الجمعية تاعنا انا بالاتصال دائما مع وزارة الداخلية يعني يرى ميسمعنا ولكن ما فهمناش وعلاش دائما كان البلوكاج هذا هي الكاميرا المام سيتم بروتوى نيسيسر بورلا سيكوريتي العصر اللي رانا فيه فيه تحركات كثيرة من الناس موش كيما بكري تقولي في حوما دون زين كارتي تول موند كوني تول موند قاعدوا لدي الكارتي هذا دوك الليسان تحركت عندك خدام يسكن في باليستر ويجي لتزاير ويدي بلاسي منه عندما يرى عدة جرائم صارت في العاصمة أو غير العاصمة هي قرأس على كاميرا تعلو سيتوايا كالكريمس تعلو سيدي نعم في هذه النقطة أستاذ كمال بوفافا سيد مختاري عبدالحق أعطى العديد من المعطيات تفاصيل معلومات حقيقة إيجابية من خلال تنصيب كاميرات المراقبة ساهمت كما قلت في تحديد ومعرفة هوية العديد من الجونهات حتى وإن كانت لدواعي أمنية ألا تعتبرون وأنتم قانوني أن هذا تعدي على الحياة الشخصية للمواطن؟ والله في الحقيقة هنا لابد نفرق بين استعمال هذه الكاميرا ونية الاستعمال هذه الكاميرا شكراك لما نستعمل هذه الطريقة نية الاستعمال سنصل لأن المشرع الجزائري لما شاهد في قضية الكاميرا هذه قال نشوفه اتجاه إرادة هذه الناس اللي تستعمل الكاميرا إذا كانت اتجاه إرادة هذه الناس هي السوء والمساس بأشخاص وحريتهم الخاصة هنا ربما ستونان فرقسيون إذا كان عدم المساس وهو لدواعي أمنية هنا سيقود خشوص وبالتالي هنا المشرع الجزائري ربما لا يوجد نص خاص ولكن هذا ما يعنيش أن المشرع الجزائري خلال الأمور هكذا فقط تسير لا لأنه لو نرجع للمده 39 من الدستور را يتحافظ المده 39 را يتحافظ على حرية الأشخاص الخاصة حتى إذا رجعنا أيضا ما نكفيه فقط في الدستور نرجع إلى قانون العقوبات أيضا تناول في نص المده 303 مكرر واحد واثنين وثلاثة على المساس على أي شخص يتجرأ يمس بكرامة شخص في حياته الخاصة يعاقب من الحبس من ست أشهر إلى تلت سنوات وبغرامة مالية أيضا نعم لكن في هذا السياق حتما هناك منظومة تشريعية تجيز لدولة استعمال وتنصيب كاميرات المراقبة حتى في الطرقات تتفيه موجودة نعم هناك تشريعات أيضا لكن نص خاص ربما يفتقد إلى نص خاص فقط لأن هذه الكاميرا فقط ما هيش موجهة فقط لدواعي أمنية شفنا ناس طبيعيين أيضا يستعملوها للحفاظ على أملاكهم الخاصة وممتلكتهم الخاصة شفنا ناس شركات معنوية أيضا تستعمل كما قال الزميل المحترم فيما يخص الفنادق هنا أيضا ربما الكاميرا راح تختلف من جهة إلى أخرى كيفية الاستعمال كيفية الاستعمال طريقة اللي يستعمل ربما يجيك شخص يقول لك أنا أشتكي من جاري لأنه يستعمل الكاميرا راح يتجانف ندخل ونخرج زوجات يدخل زوجتي تدخل تخرج أبناتي يدخل وهو يستعمل هنا علاش قلتك المشرع كيفية الاستعمال هذه الكاميرا إذا كانت لدواعي أمنية شيء معروف ومعلوم ما فيه مشكلة ولكن إذا كانت هناك أمور من أجل المساس بشخص الإنسان وحياته الخاصة هنا ربما راح تكون ينافركسيون بانال ويعاقب عليها القانون نعم تحدث كذلك السيد مختاري عن نقطة جد هامة وهي منح الترخيص الآن لابد على الدولة رفع القيود على منح الترخيص للمواطن حتى أن الدولة ومصالح الأمن تستطيع في أي قضية أنها تستعين بكاميرا مراقبة لأي شخص خدر يعني هذا لحقيقة وصرات يعني نحن يعني في الميدان منذ أكثر من 25 سنة تعاملنا مع كل السلطات الأمنية يعني عاونناهم بصور عاونناهم بتسجيلات ولكن كما يقول يعني الأستاذ هو كاميرا كاميرا المراقبات ديرها تعيس جارك تقدر تعيس جارك بالتليفون تقدر تعيسه بالويب كام يعني الكاميرا هذه المم كينا هضر عليها ما نجمش ننساو بلي سيتان برودي كوميرسيال سيتان برودي تكنولوجيك ديرها نلقاوها عدد عدد في الاستعمال اليومي عندك في الفيديو فون عندك الكاميرا اللي تستعملوها كل هذه كاميرا سيلم مم بخينسيب دونك لتوليزازيون أولا تدخل في الأخلاق ثانيا لتوليزازيون عندما يكون التعدي رهيس 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 بالتعدي الآن بالتليفونات يعني ما هوش حاجة جديدة يعني ولكن الكاميرا المم يستعملها الانسان باش يبروتيجيسي بيا تقيد انت بقوانين تقيد بالتراخيص ورايح جاي يعني يعني اعطيك حكاية عن الانستالاتور نهار يدير طالب نهار يدير طالب تقع الترخيص يستنى يستنى وما يخرج من المكتب تقعه حيش ولا كان عنده شغل ولا لك ما يقدرش يروح لأنه يستنى الدرك الوطني يجي يدير هنكات يستنى الشرطة يستنى جهاز واحد آخر تقع الأمن ومن بعد ما تخلاش الترخيص تنح من قبل الولاية ولكن الولاية تبعت للشرطة وتبعت للدرك الوطني يعني عندك ما تجري وتقع تستنى في هذه النقطة في هذه النقطة سيفريت وتفيل زميل قال نقطة حساسة في ميخص هنا إجراءات منح الترخيص هل هي يعني إجراءات تسهل للمواطنين من أجل اقتناء هذا الرخصة أم لا لأنه النص القانوني في ميخص استعمال الكاميرا شي وإجراءات الإدارية المتعلقة بترخيص شي آخر لأنه اقتناء الكاميرا لأنه شوف نعطيك حاجة أخ محمد السيد الرئيس الجمهورية صدر مرسول خاص في ميخص استيراد هذه الكاميرا والأجهزة الحساسة وقال تتكفل فيها فقط الشركات الوطنية دون الشركات الأجنبية الآن الإجراءات ترخيص هذه سيبرية أنا نشاط لأنه لما قريتها شوف أخ محمد تدفع ميلف على مستوى الولاية طعا في حال تسنى ستين يوم ستين يوم هذه تسنى هشوف يعني هذه يدامشينا في إطار يدامشينا في إطار كما قال الزامير يعني حاجة ستين يوم يعني شيء كبير شوية يعني والله ستين يوم هذه أستاذ سمح لي نقاطعك فيها ستين يوم يعني ما تكزيستيش بتاتا في أي ولاية على حساب المرسوم على حساب المرسوم ربما هو يريد أن يقول أكثر أكثر أنا رأي في النحية العملية تلتافي والله ما كان حتى واحد ترخيص أكثر مثل شهور ولا خمس شهور ولا تسعة شهور يعني الإقتناء هذا ما يحبش عند لازم الإقتناء حتى الإنسان والشركة اللي رح تركب عندها الكاميرا لازم تدير إقتناء تانيك يعني مشكل كبير نقعد ندوره غير في الإدارة في الورق وستنى الأمن يجيك استنى البوليس وضروح الجنظرميري لا بقى خدمة ولكن المواطن عندما يحتاج لحماية الممتلكات تعه مش يدير المواطن لازم يدير الكاميرا بسكو ولات يعني في العصر اللي رأنا فيه ولا سي تنوتي ان ديسبنساب لا سيكوريتي ديبيا نعم وكذلك في المدن والولايات الكبرى في الوطن سؤالي هو هل من خلال تنصيب هذه الكاميرات هل المواطن الجزائري آمن أم مراقب شوف لما نستعمل هذه الكاميرات على مستوى الأحياء الكبيرة لما أحياء الكبيرة أو المناطق النائية أنا نشوف هذا يعني حماية أكتر للمواطن لأنها متعلقة لدواء أمنية فقط لأنها ربما لا تتصل بحياته الخاصة نعم ولكن لتطور الجريمة وتطور المشاكل اللي رهي يعاني منها الشعب الجزائري ومجتمع الجزائري فيما يخص السلوك الإجرامي نعم ومن خلال الإحصائيات اللي شفنا يعني دور الكاميرا هذه وين وصلتنا وصلتنا إلى الكشف إلى العديد من الجنات اللي قاموا منها مؤخرا فقط مجلس قضاء الجزائري نعم اللي سرق العدلة تستعين كثيرا بهذه الكاميرا فقط كالكو مينوت كالكو مينوت تتوصل على الجاني وتمت متابعته وتمت محاكمة عليه وصابه وشكن هو يعني بش تشوف لأنه هذه الكاميرا هذه لما نستعملها في المناطق الكبرى والمناطق النائية أن نشوف أنها حماية أكتر للمواقع مهيش قادرة دير دي كاميرا دون تتوصل على ريال سيئن يعني لازم حتى لسيطوين تتوصل على بروتكشون صحيح حتى أنه يعني يمكن تسهيل هذه العملي مع المواطن والدولة تستعين بكاميرات المواطن هنا ندخل في باب أن المواطن نحسوه حتى هو تكون عنده هذه التقافة لما نحسس المواطن نعطي كأزمبل ندخل محل تجاري وهو فيه كاميرات المراقبة كما قال زميلي المحترم هنا إذا اليوم المواطن ما ندروله أفيشاش يعني المحل تحت المراقبة شوف يعني باش نحسوا أيضا المواطن حتى يكون هناك سلوك أيضا حضاري وبالتالي احنا الكل رح نتعاون من أجل علش ندير هاتشيقاء من أجل حد من الجريمة ومن أجل أيضا أنه هذا المواطن يعيش في كاربا ويكون كما قلت أنت السؤال يعني عاوت وليت لي فهو وشنه يكون في حرية ويكون في ما يكونش هناك ضغط على المواطن وفي أمان وفي أمان نعم أستاذ كلمة آخيرة الكلمة المهمة يعني في حنا في المشكلة اللي رأنا في هذا وهو الإكيب من الويمام الكاميرا المام أن يوجد نيو بار دون الماند كلاسيكم ميكيب من سنسيب يعني كالسلح في العالم كامل وش دارو كيباش تعلق تنفر من الناس وعندكش الحق باش تدير كاميرا في اللاكور تع العمارة تعك حتى تستشير هذي في العالم كله كاينة هو المكان هو اللي يجب يكون حساس يعني كازيرن انا ايروبور المينيستر هذو لازم الدولة تدخل شكون يركب الكاميرا وين رايح الصورة ولكن عندما تقولي للكاميرا للشعبي اللي يحب يدير في الوزين تعه أو في الوتال تعه لازم تكونوا سهولتين والله رايح عائق كبير حنا عندنا الشكاوي من الكليون كيباش يدير الكليون كيما يلقاش يخرج البر يلقى كاميرا لاكوارد لاولو لاضمان لبروفيسوناليز يروح يركب ساحب نتمنى شاء الله تكون قوانين في هذا النطاق شكرا لك سيد مختاري عبدالحق رئيس جمعية المحترفين في الأمن الإلكتروني شكرا لكل هذه التفاصيل شكرا لك سيد كمال وففا المحامية المعتمد لدى المحكمة العلية كنتم ضيفي في تسعين دقيقة أخبار